اختتم وزير المالية أحمد كوجوك مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن وأجرى وزير المالية عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتبحث حول تعديز العلاقات الاقتصادية والمالية إضافة إلى حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي عقدت وزيرة التغطيط رانيا المشاط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي اجتماعات ثنائية مكثفة مع مسؤولي الحكومات وشركاء التنمية بواشنطن استعرضت لقاءات جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها وإتحت المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وضع حجر الأساس لمصنع شركات أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية بالعاشر من رمضان وقال الوزير إن شركة أوتسوكا تعد إحدى كبرى الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري بمجال تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية وحلول التخزين المبتكرة لافتا إلى أن المصنع يعمل في مجال تصنيع المحالي للطبية بإجمالي استثمارات تبلغ مليار جنيه عقد وزيراء الزراعة علاء فاروق والتموين شريف فاروق اجتماعا مع وزير السياسات الزراعية والغذائية الإيطالي فرانسيسكو لولو بيجيدا وأشهد وزير الزراعة بالمبادرة الإيطالية سوق اليوم الواحد للمزارعين والتي بدأت في محافظة الإسكندرية متطلعا إلى تعميمها في كل محافظات الجمهورية من جانبه أكد وزير التموين أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية يعد أول سوق في أفريقيا بالتعاون مع الجانب الإيطالي وسيتم تعميمه في باقي محافظة الجمهورية تباعا وفي سوق المال سجلت مؤشرات البرصة المصرية ارتفاعة جماعية لدى أغلاق تعاملات اليوم بداية تعاملات الأسبوع وسط نشاط قوي للأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والبتروكيمويات والعقارات وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب تقدر بـ 25 مليار جنيه يسجل مستوى 2.2 تريليون جنيه وسط تداولة بلغت نحو 10.5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 وذلك بنسبة 85 من المئة في المئة يغلق عند مستوى 30.812 نقطة أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان فقد قفز بنسبة 74 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 7.923 نقطة وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 67 من المئة في المئة ليغلق عند 11.141 نقطة توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام لأوكرانيا 100% من نتيجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 ورجح الصندوق أن تصل ديونو أوكرانيا إلى 95.6 من المئة في المئة من النتيج المحلي الإجمالي هذا العام وسترتفع إلى 106.6 من عشر في المئة بحلول عام 2025 وفقا لأحدث بيانات وزارة المالية الأوكرانية فقد بلغ حجم الدين العام للبلاد في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 155.36 مليار دولار موسيقى موسيقى موسيقى